المجلس البلدي بمحافظة مصقط يواصل الجهود في متابعته المستمرة لحملة مكافحة الزاعجة المصرية فهناك بؤر لتكاثر هذه البعوضة والتي تتسبب في نقل فيروسات مثل حم الظنك والعامل الأهم للقضاء عليها التوعية المجتمعية بضرورة مساندة جهود فرق العمل نؤكد على ضرورة تعاون المجتمع والسماح للفرق الميدانية لدخول المنازل لإيجاد أماكن توالد البعوضة ومكافحتها وأيضا إجراء التثقيف اللازم لأصحاب المنازل الحالات إلى الآن تحت السيطرة والهدف الأساسي من الحملة الآن أن نمنع انتشار حم الظنك إلى الولايات الأخرى وأيضا إلى المحافظات الأخرى عمليات التقص الوبائي والحشري في ولايتي بوشر والسيب جارية وفق خطة تم إعدادها سابقا فقد تم تشكيل فرق ميدانية تولت عمليات الرش والتطهير إضافة إلى تنبيه المواطنين بأماكن وطرق توالد البعوض وكيفية مكافحته الآن نحن في تنظيم حملة المكافهة بالاشتراك مع وزارة الصحة في منازل نغطيها والاعتماد فعلا على التوعية وأيضا نقوم برش والبحث عن البؤر ففريق العبل قائم بالعمال الروتينية في فترة رش الصباحية وفي زيارات للمنزل عمليات مكثفة تكون موجودة في المرحلة القادمة فنعمل إن شاء الله أن نسبة الكثافة البعوض تنخفض وبالرغم من وجود تحديات كصعوبة دخول بعض المنازل إما لعدم تواجد قاطنيها أو رفضهم للخدمة إلا أن الوعي المجتمعي أصبح مبشرا الآن جدير بالذكر أن الحملة انطلقت في الخامس عشر من الشهر الجاري متابعة سير العمل في القضاء على الزعجة المصرية وأهمية الشراكة المجتمعية في دعم جهود فرق العمل أبرز ما جاء في هذا الاجتماع إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي مسقط